وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد هشام جابر المحل العسكري والاستراتيجي سيدة العميد كيف تنظر إلى هذا التصعيد الإسرائيلي وضرب أهداف مدنية في الضاحية الجنوبية بدعوة أن حزب الله له مصالح قريبة منها السباح الخير أولا حتى بعد ظهري أمس كنا لا نزال في ما يسمى الحرب الواسعة بعد أن توسعت وانتقلت منذ عشرة أيام إلى مستوى الحرب الواسعة بعد المزر التكيل الإلكترونية في 17 سبتمبر أيلول أما أمس بعد الساعة السادسة بعد هلالعدوان الضحي أنا أعتقد أننا انتقلنا من مرحلة الوسعة إلى حفة الحرب الشاملة التي ربما ستنطلق خلال أيام وساعات بين لبنان والعدو الإسرائيلي الذي حصل أمس كان حتما غير مفاجئ لأن تعرضت الضحية الجنوبية لعمليات اختيار وقصر إنما المفاجئ في الموضوع الخبر الذي ورد على أن سيد حسن صلى الله الأمين العام كان في مبنى القيادة للعليا للحزب الله مع معاوني من يعرف المنطقة ومن يعرف الأخطار التي تحيد بها هذا لا أعتقد لأول وهل لا أصدق أنا وكان عندي زائرين قلتوا لا من غير المقول أن يكون السيد نسل الله في هكذا مبنى لأن المبنى معروف من القصر والداني وبعدين ضحية الجنوبية للمعلومات الجميع وسمعت تقريركم تحوي المئات من مراكز التابعة لحزب الله مراكز سياسية مراكز الشماعية مراكز ثقافية وكل أنواع حتى السياسيين والنواب والمزراء التابعين لحزب الله مكاتبهم ومن يزرهم معروف أما قيادة حزب الله في هذا المبنى يقتضي أنه معروفا يعني من الشميع فكيف بالأحرى من العدو الإسرائيلي بأحداثياته هذا شيء فعلا فجأني فإذا كان هذا خبر صحيح وأن السيد كان هناك مع معوني فتسترح كثير من علامات الاستفهام باختصار هذه مرحلة الثالثة التي انتقلنا إليها وهي خطيرة جدا بيت القصيد فيما يجري غدا أو بعد غد هو مصير السيد حسن نصل هو الذي يقرر ما لا يجري غدا أو بعد غد لا يزال غموض كما ذكرتم يلف هذه القضية هو وبعض من معونيه منهم السيد هاشم الصفي الدين لذلك علينا أن ننتظر ولا نحكم على الأمور أما في كلتا الحالتين في حال نجل السيد نصر الله أو في حال استشهد أنا أؤكد أن مرحلة جديدة ستكون لا سابقة لها يعني التطور خطير والصحيط خطير لأن الجانب الإسرائيلي العدو لا يمكن لأحد أن يلجمه فبعد كل جرائم ارتكبها وأتى بهذه الجرائمة الكبرى يعني أنا لا أفهم أي منطق يتركه بينما يقول العارفون والخبراء أن حزب الله لا يزال يملك ستين سبعين بالمئة مقدرات العسكرية فيجب عدم التسرع والتنظير وانتظار مصير السيد حسن نصر الله الذي لا بد وأن يتضح خلال 24 ساعة وحتى يتضح سيرت العميد قبل مساء اليوم نعم وحتى يتضح يعني الجيش الإسرائيلي حين يتحدث عن استهداف قيادات حزب الله ويعلنها واستهداف مراكز قيادته ومخازن أسلحته ماذا صحت هذه المعلومات وماذا لو كانت صحيحة يعني الذي علنه جيش الإسرائيلي اسمح لي أقول أنه غير ذقيق خاصة فيما يتعلق بالمخازن والأهداف العسكرية ومنصات الصواريخ نحن نتذكر من 25 آبل ماضي عندما قال أنه قام بعملية استباقية ودمر مئات مئات المنصات الصواريخ فرد حزب الله بعد نصر ساعة فقط بـ 330 صاروخ فكيف يدمر من المئات وطبقى هذا غير دقيق وأيضا أنا أعرف الأرض شيدا غير دقيق في استهدافه أنا متأكد أنه واحد من ثلاثة من أهدافه هو نعم ربما يكون هدافا عسكريا أو مخذر أما اثنين البقين يعني 60% على الأقل لا علاقة لهم دمر في النبطية بلدنا عدة أهداف وعدة فيليت منها نعم قيل أن أحدها كان يحوي مركز بهزب الله أو مخذن والباقي كله لا علاقة له بكفر جوز قتل 8 منذ عشرة منذ أسبوعين كانوا شهداء وتبين أن هذا المصنع لا علاقة له لا بحزب الله ولا بالسلاح وكذلك في التول منذ خمسة أيام سيد العميد ونحن نتحدث معك هناك غارة إسرائيلية جديدة الآن في تلك اللحظات على الضحية الجنوبية لبيروت عذرا للمقاطعة فقط أجير إلى هذا الخبر العاجل الذي نعرضه على الشاشة في تلك الأثناء وهو غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مناطق في الضحية الجنوبية لبيروت عذرا للمقاطعة سيد العميد تفضل لا أستغرب أن يستمر بعدواني على الضحية الجنوبية فتحت المعركة على الضحية الجنوبية قلنا دخلنا مرحلة تلتي لا أستغرب إطلاقا وإنما الهدف منها يعني تهجير الناس وترويعهم وقتلهم يعني بالجملة هذا القتل فأنا رأيته اليوم صباحا منظرا غريما في بيروت يعني حتى نزح ربما نصف سكان الضحية الجنوبية أطفالا ونساء وشيوخا على ساحل البحر في بيروت لبنان حتما أصبح في عين العاصفة وأنا أسأل أنا أسأل هل دخلنا القيامة قيامة الحرب الإقليمية نعم ربما إذا فتحنا الحرب الشامل لا هناك من أمل إلا إذا حصل شيء ما يعني هذه الدول العظمى اجتمعت في الأمم المتحدة ملوك ونوساء ظهر أنها لم تستطع أن تقوم بأي شيء وتحداهم رئيس الحكومة الإسرائيلية تحداهم فألقى خطابه وانسحب فهذا يعني لا يطمئن كان لدينا أمل أمس أن يستطيع الوفد اللبناني أمام الملوك والرؤساء ورؤساء العالم وكل الأمم المتحدة ومجد أن يبين أن لبنان لا يعتدي أحد ويقبل بالحلول السلمية الدبلوماسية ويقبل بالقرار 17-01 ويكون إعلان أمام العالم فيرمي الكرة في النبحب الإسرائيلي وكنا متأكدين أن ناثانياهو لن يقبل لن يقبل إطلاقا لأنه لا يريد حلولا دبلوماسية يريد أن يبقى دائما في حالة حرب حتى يبقى في الحكومة وهذا أكبر دليل ما جارى في غزة أنا حتى هذه الساعة لا يزال لدي أمل ما أنه سيقوم الأمريكي والفرنسي والأوروبي بضغط ما بضغط ما ربما وهذا أمل ضعيف جدا على ناثانياهو لقف الحرب وهؤلاء الذين يدعون الصداقة للبنان أنا قلت بأضوح وصراحة وسألنا أن لبنان مستعد لتطبيق القرار 17-01 اعتبارا من غدا وحزب الله مستعد أيضا للقبول بهذا القرار اعتبارا من غدا وعندما يطبق الإسرائيل القرار ويحترمه نحن نضمن أن ولا صاروخ ولا رشقة ولا رساسة تنطريك من جلوب لبنان ساعة إذن إلى فلسطين المحتلة نقطع على السطر واضح جدا لمن لا يعلم نعم سيد العميد الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تعزز التقديرات بنجاح اغتيال نصر الله في هذه الأثناء كما أفادت مراسلتنا إيمان جبور في رسالة عجلة بأن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تعزز التقديرات بنجاح اغتيال نصر الله ماذا لو أن هذه المعلومات صحيحة تحدثتم عن أن مرحلة جديدة ستبدأ ما هي ملامح هذه المرحلة الجديدة وإلى أي مدى يمكن أن تدخل هذه المرحلة إيران على الخط أولا في حال استشهاد السيد نصر الله حتما هذا متوقع منذ دائما وحزب الله دائما يتوقع أن قادته ومسؤوليه مشروع الشهداء واستشهد السيد عباس المسوي منذ زمن كبير طويل وأتى مكانه سيد نصر الله وقتل كمان قتلت إسرائيل عماد مغني والكثير من القادة وتسلم مكانهم أنا أعتقد في هذه الحالة لا بد من أن يتولى المسؤولية أحد من مساعدي البقين على قد الحياة يعني إذا كان الشيء هاشم صفي الدين حيا نرزق ونجا من هذه العملية الاغتيال يمكن أن هو يتسلم ويتحدثون عن أن شاك نعيم قاسم أيضا وكذلك كلام عن قادة عن قائد آخر ربما هذا لا يمكن الحسن به بانتظار نتيجة هذا العلوان ومن أصيبه ومن نمرصب أما المرحلة الجديدة حتما حتما من سيتسلم القيادة لن يسير على هذا المنوان الذي كان بالأمس أو أول أمس إذ قصف وقصف ودبادل واختيار أهدف لدى حزب الله كما يقول الجميع والإسرائيليون طاقات كبيرة فإذا لم يستعملها الآن بعد أن فتح كل شيء نتنياهو بدون أفق ولا حدود لتدمير لبنان مما ينذر بتحويل لبنان إلى غزة لابد يعني المنطق يقول المنطق يقول أنه لابد أن تستعمل هذه الأساعة أنا أقول مرحلة جديدة هذا هو ثانيا بالنسبة للأخبار وضح عندما نسمع أنه مصادر أو مقرب من حزب الله قال كذا ومصادر إسرائيلية قالت كذا نحن نعرف بالإعلام العسكري عندما كنت مسؤول عن الإعلام العسكري بالجيش كنا نبث نسرب أخبار التي لا نتحمل مسؤوليتها فتأتي الصحف وتقول مصادر من الجيش قالت كذا إنما عندما نريد أن نقول الحقيقة يصدر بيان فنحن ننتظر بيان رسمي سواء من حزب الله أو بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية لنعرف هذا الواقع نعم نعم يعني إذن ربما تعتبروها نوعا من الحرب النفسية نشير فقط سيدة العميد إلى أن غارة أخرى وقعت قبل قليل بعد دقائق من الغارة الأولى على الضحية الجنوبية في بيروت والتي كانت على منطقة سانت تريز يعني منطقة سانت تريز سيدة العميد لمن لا يعرف هذه المنطقة من المشاهدين هل لها أهمية معينة أو يتركز فيها مراكز معينة لحزب الله على سبيل المثال؟ لا 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 ليس لها يعني هي حي من الضحية الجنوبية الضحية الجنوبية كبيرة سانت تريز قريبة إلى الحدث والحدث منطقة مسيحية بانتياز هي على حدود الحدث والضحية لديها حياء كبيرة فيها حر تحريك وفيها برج البراجني وفيها الشياح وفيها الغبيري التي قصفت أول أمس وفيها حي السنم الضحية الجنوبية يعني فيها من السكان أكثر من مليون مليون وشوي من المواطنين هي كبيرة جدا فلا يوجد أنا برأيي خصوصية لهذه المنطقة أو الحي التي يسمى سانت تريز هي تقصف الضحية بأجملها هي تنطقي ربما قصفت الغبيري أو الأمس وقصفت الضحية أمس والجموس عندما اقتالت براهيم عقيل المهم الضحية كلها أهدافها موجود وأعود أكرر يعني الضحية هي معقل حزب الله معقله السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتبويني والثقافي وبنفس الوقت العسكري إنما كما نعلم المراكز العسكرية يقتضي أن تكون محاطة بالكتمان عدى غير المراكز الثقافية المعروفة والسياسية والإعلامية وقناة المنار هناك يعني لا ينقص إلا أن يضع حزب الله يفطات على مراكزه ليحددها للقاصي والداني والمار هذا شيء معروف هذا شيء معروف إلا ما عود وأكرر ما أستغربه أن يكون هؤلاء القادة بدءا بالأمين العام مجتمعون في مركز القيادة الذي يعرفه القاصي والداني والمار وكل الناس تعرفه فكيف بالأحرى بالجانب الإسرائيلي هذا هو السؤال الذي يحيرني كيف يذهبون إلى هكذا مكان نعم سألت سيدك سيد العميد عن الموقف الإيراني ومتى تتحرك إيران ما هو تقييمك للموقف الإيراني حتى الآن وما المطلوب منها في المرحلة المقبلة والله في نظر الناس كلهم أن أكون صادق الرأي العام موقف الإيراني مخيب للأمار بالنسبة للرأي العام في لبنان وخاصة البيئة لحزب الله إنما نحن نقول أنه يجب أن نفهم أن إيران دولة بحزب الله تنظيم فالدولة لا تتصرف كالتنظيم حتى الآن الموقف الإيراني كما رأينا هو يعني بعيد ولا يريد يريد حلول ديبلوماسية لأنه لا يريد أن نتورد بالحرب والموقف الإيراني منذ البداية الذي أقنع به حزب الله أن لا تعمل على فتح الحرب الواسعة حتى لا نكون مسؤولين عنه الموقف الإيراني حاليا لم تتخذ إيران أنا برأيه وذلك يتوقع لأنه هناك كلام عن مسؤولين إيرانيين قضوا في هذه الغارة إذا كان ذلك صحيحا فلابد أن يكون لإيران موقفا مختلفا أما أن تبدأ إيران بقصف تل أبيب لا 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 استبعد ذلك لن تدخل إيران عسكريا وبسرعة وبهذه الشكل نعود لضيفنا مرة أخرى العميد هشام جابر المحل العسكري والاستراتيجي من بيروت سيد العميد يعني لعلك استمعت إلى ما قالته زميلتنا إيمان جبور من تواصل اتجاه الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى والأدنى في شمال فلسطين المحتلة كيف تقيم عمليات المقاومة واستمرار إطلاق الصواريخ واستمرار حالة الاستنفار واللجوء إلى الملاجئ في الداخل الإسرائيلي كيف ترى أهمية هذه المقاومة في ذلك التوقيت أولا من حيث أهمية المقاومة وعمية الصواريخ حتما هي مؤذية للجانب الإسرائيلي إنما الرأي العام هنا في لبنان يسأل ويطلب ردا أعنف موجعا لإسرائيل أو رادعا حتى هذه الساعة لا أرى هذه الضربات رادعة أو موجعة لو كانت رادعة لارتدع العدو الإسرائيلي أو قفا عدوانه كذلك لو كانت موجعة وكمان أريد أن أذكر بما بدأنا بالحديث يا أستاذ حسن أنه هنا هي الدفاعات الإسرائيلية وكيف دمرت إسرائيل مئات المنصات لإطلاق الصواريخ مدامة الصواريخ لا تزال تنطلق بالعشرات والمئات والدفاعات الجوية التي تفتخر بها هي والقبة الحديدية لا تتصدى إلا لـ 40 أو 50 أو 60% من هذه الصواريخ لذلك هنا أعود وأذكر أنه لا يمكن التصديق التضليل الإسرائيلي له تضليل في الحروب جاري من دائما من كل الجهات طيب في تلك الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا في تلك الأثناء سيد العميد أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا في بيان اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله هذا الإعلان هذه المرة ليس مجهلا وليس عم صادر وإنما إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي كيف تنظر إلا هذا الإعلان عندما يصدر إعلان رسمي حتما هذا في البداية أنا أسف لهذا الخبر إنما يكون هذا الإعلان الرسمي أكثر تصديقا وأقرب إلى الحقيقة من مصادر كما ذكرنا مصادر دون إعلان الرسمي إذا كان هذا الخبر صحيحا وكنت أتمنى أن لا يكون صحيحا لأن هذا سيكون سينعكس حتما على الوضع في الجبهة في لبنان بشكل لا بد وأن يكون تصايدية أكثر ويمكن أن يزهد أي عملية التي ذكرناها عملية ممكنة لوقف اطلاق النار بقبول حزب الله بالحل الدبلوماسي وبالقرار 17-01 هذا زاد الأمر تعقيدا مما لا شك فيه نعم شكرا جزيلا لك العميد هشام جابر المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيرول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر